السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن الاختبار سلاح التلميذة على الوحدة الأولى صفحة 55 من كتاب سلاح التلميذة صفحة الخامس اللي ابتدأ أول سؤال بيقول السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الموطعة القيمة المكانية الرقم 3 القيمة المكانية يعني مكانه فين الرقم 3 ده كده الاتنين دي أحد والتمانية دي خانة العشرات هنا خانة الأجزاء هنا بسميها خانة الأجزاء الاتنين ده جزء من عشرة والتلاتة ده جزء من مائة والتمانية ده جزء من الف يبقى التلاتة ديت جزء من مائة شار رقم اتنين اي الاعداد العشرية التالية اي الاعداد العشرية التالية هو الاكبر عايز العدد العشري الكبير عايز العدد العشري اللي هو الكبير اكبر عدد عشري هنا هبص للأعداد الصحيحة اللي هي بيد عن خانة الاجزاء يعني أنا ما بصش لخانة الأجزاء أنا بص لعدد الصحيح الأول اللي هو 425 425 425 كل الأعداد الصحيحة 425 يبقى أبدأ أبص على خانة الأجزاء هنا الجزء من 10 صفر الجزء من 10 صفر وجزء من 10 صفر وجزء من 10 صفر وجزء من 10 اتنين يبقى الجزء من 10 اتنين هو أكبر عدد تقريب العدد العشري 259 و 51 جزء من 100 لأقرب عدد صحيح عايز أقرب لأقرب عدد صحيح يعني إيه أقرب عدد صحيح ده كل العدد عايز أقرب الخمسة دي تزود من الأعداد الغنية أو الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة من الأعداد اللي بتزود وبتزود واحد الخمسة دي دي 259 واحد يبقى 260 سؤال رقم 4 إذا كانت المسافة بين درسة ساميرا ومنزلها 12 كيلومتر قطعة ساميرا منهم ستة سبعمية ستة وسبعين جزء من ألف كيلومتر أي معادلة تاني من ميالي توضحان كافية حساب المسافة المطبقية المطبقية يعني طرح عايز المطبقي يعني أنا هطرح هدور على معادلة هدور على المعادلة اللي هيدرح فيها أنا هنا هطرح الرقم الكبير نقص الرقم الصغير يعني ممكن أقول له نقص ستة لا ستة صحيح وسبعمية ستة وسبعين جزء من ألف يبقى هنا دي معادلة واحد يقول لي أن هطرح الكبير نقص الصغير يبقى هطرح الكبير نقص الصغير واسمي المجهول م أو ف أو يو هنا طبعا أدي الاختيار الأول اللي هو اتناشر نقص ستة وسبعمية ستة وسبعين جزء من ألف طبعا ده الطرح طيب فيه كمان حاجة بتديني طرح فيه كمان حاجة بتديني طرح هل اتناشر نقص عشرة ما عنديش أصلا في المسألة عشرة يبقى رقم باق ما تنفعش طيب ناخد لنا ستة صحيح وسبعمية ستة وسبعين جزء من ألف زائد أم بيساوي اتناشر لو أنا عايزة الأم هجيبي اللي بره ناقص اللي جوا لو أنا عايزة الأم هجيبي اللي بره ناقص اللي جوا يبقى هاخد الاختيار رقم جيم يبقى دي طرح ودي ايه طرح والمتبقي يعني طرح سؤال اللي بعده سؤال ثلاثة هالسؤال الثاني أكمل ما يأتي هنا العلامات متساوية هجمع على طول العلامات متساوية هبدأ أجمع خمسة واربعة تسعة تلاتة وستة تسعة جات العلامة نزلها صفر وصفر هو نفسه الصفر سؤال اللي بعده هنا طرح هبص على العلامات الأول هنا علامة بعد ثلاث أرقام وهنا علامة بعد ثلاث أرقام يعني العلامات متساوية نبدأ نطرح خمسة نقص اتنين تلاتة اتنين نقص اتنين صف تلاتة نقص واحد اتنين جات العلامة نزلها أربعة نقص تلاتة واحد الكسر العشري الذي يعبر عن الجزء المظلر عايز الكسر العشري اللي بيعبر عن الجزء المظلط هنا كده هقوله دي كده عشرة أو ده الشكل ده ألف الشكل كله ألف يعني العمود منهم بمية أدي مية متين تلتمية ربعمية وممكن عدها برضو بل عشرة وعشرين تلاتين بس بدل ما عملها جزء من ألف عملها جزء من ماء طيب هي الاتنين زي بعض يعني حسبتها جزء من ألف أو حسبتها جزء من ماء لو سويت العلامات بيقول اتنين واحد طيب نعتبرها هي جزء من ألف نعد هنا أدي مية أدي متين أدي تلتمية أدي ربعمية يعني دول كده ربعمية هنا أدي كمان عشرة وعشرين يبقى ربعمية وعشرين جزء من ألف ولو حسبتها جزء من ماء يبقى تنين واربعين جزء من ماء سؤال اللي بعده سؤال الثالث وصل أربعمائة وستة وخمسون جزء من ماء أربعمائة وخمسون جزءا من ماء أدي الأربعمائة ده العدد الصحيح هنا هنحط العلامة ستة وخمسون ستة وخمسون لكن جزء من ماء أدي ستة ودي الخمسون وده جزء من ماء يعني العلامة بعد رقمين يبقى لاختيار رقم بي سؤال رقم تسعة تقدير ناتج جمع هنا بيقول لي تقدير ناتج جمع يعني مش عايز الناتج الفائلي عايز الناتج التقدير ممكن واحد يقدر من اليسار ممكن واحد يقدر أقرب جزء من عشرة ممكن واحد تاني يقرب لأقرب عدد صحيح تعاني قرب لأقرب عدد صحيح ده متين الاتنين تدي لها لأ تفضل متين زي ما هي هنا متين وستين التلاتة تدي لها برضو لأ ما تدي لهاش من الأعداد الفقيرة هجمع متين ومتين وستين هيدين ربعمية وستين يبقى لاختيار رقم ألف صفحة ستة وخمسين صح ضع علامة صح أم خطأ تزداد قيمة العدد العشري عند القسمة طبعا عند القسمة ما بتزدادش ده تقل تقل قيمة العدد العشري عند القسمة يبقى لإجابة خاطئة قيمة الرقم سبعة في العدد هي سبع أجزاء تعال نشوف هنا الخمسة خمسة من عشرة التمانية من مئة السبعة من ألف هنا السبع جزء من ألف يبقى لإجابة صحيح هنا جايب لعدد في الصغة ممتدة وهنا جايب لعدد كامل هنشوف الصغة الممتدة هنا ستة في خانة المئات قدي ستماء هنا الخمسة في العشرات بخمسين هنا الاربع في الأحد باربع يبقى الاعداد الصحيحة زي مظبوطة زي مية علينا نشوف خانة الاجزاء خمسة من عشرة يعني خمسة اجزاء من عشرة سبع اجزاء من مائة هنا تلاتة وسبعين عمل لتلاتة وسبعين جزءا من مائة يعني كتب هنا التلاتة وسبعين جزء من ايه من مائة يبقى هنا التلاتة وسبعين دي هنا التلاتة وسبعين السبع ده جزء من ده عشرة والده السبع ده جزء من مائة لكن هنا حطت لي السبع جزء من عشرة بعد العلامة على طول يبقى هنا تلاتة وسبعين ده جزء من مائة لكن هنا تلاتة وسبعين ده جزء من ألف يبقى الإجابة خطئة علشان أفك خانة الأجزاء لو عايز أكتب تلاتة وسبعين تلاتة وسبعين لازم أحط لها صفر والعلامة علشان هنا تلاتة وسبعين بعدها خمسة وأقول له زائد خمس أجزاء من عشرة لازم أحط صفر بعدها ما كان خانة الجزء من عشرة لكن هو حطت هنا العلامة مش الصفر سؤال اللي بعده العدد 3 146 3 و 146 جزءا من 1000 يبقى الإجابة صحيح سؤال اللي بعده قدر ناتج هنقدر يعني مش هنجمع ثم أوجد ناتج الفاعل يبقى نجمع الأول ناتج عايز ناتج الفاعل وعايز ناتج التقدير عايز ناتج الفاعل وناتج التقدير تعالى نحل ناتج الفاعل الأول 22 وعشرين تلتمية واحد نقص تسعة علامة ستة تسعة ستة تسعة ستة بيسوي هنا العلامات متساوية هنا العلامات متساوية هاترح على طول واحد نقص تسعة ما ينفعش يبقى الواحد ده حداشر حداشر نقص تسعة اتنين والصفر ده بقى تسعة والتلاتة دي تبقى تنين طالما استلافت منها يبقى دي بقى تسعة تسعة نقص ستة تلاتة والتلاتة دي بقى اتنين اتنين نقص تسعة ما ينفعش يبقى الاتنين دي بقى اتناشر والاتنين دي بقى واحد اتناشر نقص تسعة برضو تلاتة جات العلامة نزلها واحد نقص تسعة ما ينفعش يبقى الواحد ده حداشر والواحد التاني ده واحد حداشر نقص تسعة اتنين واحد وما فيش عدد هنا في خانة العشرات يبقى هو الواحد ده ناتج الايه? الفعلي. ده الناتج الفعلي. تعال نشوف ناتج التقدير. هنا تعال نقدرها لاقرب عدد صحيح. هنا الاتنين وعشرين التلاتة تدي لها. لا تفضل اتنين وعشرين زي ما هي. ناقص. هنا التسعة تدي لتسعة قاطة تبقى التسعة دية عشرة. اتنين وعشرين نقص عشرة. اتنين نقص صفر هي نفسها الاتنين. اتنين نقص واحد واحد. يبقى اتناشر هنا اتناشر وهنا يبقى التقدير معقول. هنا اتناشر هنا اتناشر يبقى ايه? التقدير معقول السؤال اللي بعده سبيكتان من الزهب كتلة الاولى تلاتة وتسعة وتمانين جزء من مائة كيلو جرام وكتلة السابكة الثانية ستة وتمان اجزاء من الف كيلو جرام احسب مجموعة مجموعة يعني هجمة الرقمين اللي عندي في المسألة على بعض اللي هما تلاتة تمانية لدي السابكة الاولى زائد ستة علامة صفر صفر تماني هساوي العلامات هنا العلامة بعد تلات ارقام هنا العلامة بعد رقمين هحط هنا صفر علشان اساوي العلامات صفر وتمانية هي نفسها التمانية تسعة وصفر هي التيسعة تمانية وصفر هي التمانية جات العلامة نزلها ستة وتلاتة تسعة يبقى مجموعة كتلة السابكотين لازم تكتبها يبقى اقول له اكتب له من اول ناو مجموعة كتلتين سبكتين معا تسعة تمنمية تسعة آآ تمنمية 98 جزء من ايه من الف سؤال الاختبار التاني هنحل الاختبار التاني على طول اه 45 جزءا من الف 45 جزءا من الف قديل 45 والجزء من الف يعني العلامة بعد 3 ارقام الرقم التالت مش موجود حط ما كانه صفر سؤال اللي بعده تقريب العدد العشر اقرب عدد صحيح فين العدد الصحيح اللي هو الستة هيدي العدد صحيح هو الخمسين الستة تديله او ستة تديله يبقى الخمسين ديت واحد وخمسين اي الاعداد العشرية التاليه هو الاصغر ايز اصغر عدد في دول هنا 990 991 998 عندي 3 اعداد تصميموا و publicity طبعا دا الاقرب الاكبر وعايز هو الاصغر هنا كلهم التلاتة دول تسعمية وتسعين نبصي على خانة الاجزاء حانة الاجزاء هنا هنا خانة الاجزاء تسعة وهنا خانة الاجزاء تسعة وهنا خانة الاجزاء تسعة طيب نبصي على ايه على خانة الجزء من عشر هنا الجزء من عشر تسعة لكن هنا الجزء من عشر هيبقى صفر مش موجود وهنا الجزء من عشر تسعة هيبقى دي الصغير السؤال اللي بعده هنا ستة تلتمية وتسعة عشر جزء من الف هنا عايز عدد طبعا العلامة بقها على الكبير العلامة هنا العلامة اصغر من يعني العلامة حطها الكبير وبقى انا عايزة مين الصغير عايزة عدد اصغر من ده اصغر من الستة اصغر من الستة طب هما كلهم هنا هنا سبعة طبعا ده ما يمشيش خالص ليه لان انا عايز عدد اصغر من الستة دي ستة ودي ستة ودي ستة هبدأ اقارن عن عدد اصغر من الستة تلتمية وتسعة طبعا هنا في خانة الجزء من عشرة تسعة طبعا ما تنفعش الجزء من عشرة تلاتة وجزء من عشرة اربعة طبعا برضو الاربعة كبيرة يبقى معادش اللي دي اقارن معاها تلاتة وهنا الجزء من مائة صفر لكن الجزء من هنا واحد يبقى ستة علامة تلاتة صفر تسعة يبقى الاختيار رقم جيب سبع اجزاء من الف يبقى قمته المكانية بايه بسبعة من الف سبع اجزاء جزء من الف يبقى ده مكانه العدد العشري تسعة ستمية تسعة وخمسين لاقرب جزء من ماء فانو الجزء من ماء عايز اقرب ادي الجزء من عشرة الجزء من ماء التسعة تدي الخمسة اه تسعة من الاعداد الغنية تدي الخمسة تبقى الخمسة دي ستة ستة علامة تسعة سؤال صفحة لبعضي سبعة وخمسين سؤال التالت صل كل فقرة بما يناسبها تقدير ناتج الجامع تقدير ناتج الجامع هنقدر لا اقرب عضات صحيح الستة الواحد تدي لها لا تفضل ستة زي ما هي التمانية تدي للتلاتة او التمانية تدي للتلاتة يبقى للتلاتتاشر ديت اربعتاشر ستة زائد اربعتاشر بعشرين هنا عشرين واربع اجزاء من ما اصغر من عايزة حاجة اكبر من العشرين حاجة اكبر من العشرين هنا العشرين جزء من عشرة صفر عايزة حاجة في الجزء من عشرة يديني حاجة اكبر من الصفر طبعا الخمسة صح ام خطأ تقل قيمة كل عدد بمجدار عشر اضعف عند الضرب لا عند الضرب طبعا بايه بتزداد مش بتقل يبقى الاجابة خاطئة هنا خمسة وسبعين جزء من ما هي نفسها سبعمائة وخمسين جزء من الف طبعا هي نفسها لان لو سويت العلامات احط هنا عليها هحط علامة هنا حط صف كده بسوي العلامات يبقى دي سبعمائة وخمسين ودي سبعمائة وخمسين هنا ثلاثة صحيح اتنين جزء من عشرة ادي ثلاثة صحيح واثنين جزء من عشرة خمسة جزء من مائة ادي خمسة من مائة واحد جزء من الف يبقى الاجابة صحيح تقريب الكسر العشري الاقرب جزء من عشرة عايز اقرب الاقرب جزء من عشرة فين خانة الجزء من عشرة اللي هي الاربعة التسعة تديلها او تسعة تديلها يوبى الاربعة دي خمسة يوبى خمس اجزاء من عشرة وبالاجابة خاطئ سؤال رقم خمسة قدرت بس ما ناتج طرح خمسة واربعين مية وستة ناقص جزء من الف ناقص اربعة وخمسين سبعمية تسعة وتمانين جزء من الف بقيمة تماني في حين قدرة حسين بقيمة عشر اوجد الناتج الفعلي ثم حدد اي تقريب التقديرين اقرب الى الناتج الفعلي نجيب الناتج الفعلي الاول وبعدين نحل ناتج التقريب الرقم الكبير اللي عندي اللي هو اربعة وخمسين علامة سبعة تمانية تسعة ناقص خمسة واربعين علامة واحد صفر ستة وهنبدأ نطرح هنبدأ نطرح هطرح اول حاجة خانة الاجزاء تسعة نقص ستة تلاتة تمانية نقص صفر هي التمانية سبعة نقص واحد ستة جتل على ما هنزلها اربعة نقص خمسة من فاشي وبالاربع دي اربعة اشر والخمسة دي اربعة 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 نقص خمسة تسعة واربع نقص اربعة صفر خلص كده احنا حلينا الناتج ده الناتج الفعلي عايزين نشوف ناتج التقدير هنقدر بقى ناتج التقدير هنا حسيم العشرة وبسمة آلة تمانية تعالى هنقدر لاقرب عدد صحيح ده خمسة واربعين وده هنا السبعة تدي الاربع اه تبقى خمسة وخمسين ناقص الواحد ما يديشي يبقى خمسة واربعين خمسة نقص خمسة صفر خمسة نقص اربعة واحد يبقى حسيم هو الاقرب حسيم هو الاقرب سؤال لبعده استخدم النمازج التالية في ايجاد ناتج جمع هنجمع العلامات المتساوية هبدأ اجمع خمسة وتلاتة تمانية ستة وتلاتة تسعة جاتل على ما نزلها اتنين وصفر هي لتنين يبقى اتنين صحيح وتمانية وتسعين هبدأ الون اتنين صحيح يعني انا هلون المربع دي كلها دي كلها تتلون وده كلها تتلون لان دي اتنين صحيح اتنين عدد صحيح وخمسة وستين هلون بقى خمسة وستين من هنا هنا طبعا المفروض تعملها لونين يعني هتلون الاثنين خمسة وستين يعني الاثنين ده بلون وهنلون معها الخمسة وستين كمان ونبدأ ان احنا نلون التلاتة وتلاتين بلونتين يعني احنا علشان نلون هيبقى اثنين وتمانية وتسعين جزء من ماء يبقى هنا هتلون اثنين بلون بلون مع بعض والخمسة وستين طيب يبقى احنا طبعا انا هلونها لون واحد كلها هتبقى هنا 98 يعني ادى 10 ادى 20 ادى 30 ادى 40 ادى 50 ادى 60 وهنبدأ نلون كمان 5 ادى 1 ادى 2 ادى 3 ادى 4 ادى 5 كده احنا لوننا 65 كده لوننا 65 همه بلون 1 اللي هو اللي هو اللي صمر وبعد كده انت هتلون 33 بقى هنعدى 33 ادى 1 ادى 2 ادى 3 كده عدنا 3 ونعد بقى 10 20 30 نعد 10 20 30 بقى هتبقى معاك مسلا من رسمة معلش انت بقى عملها لونين واسيب لي مربعين السؤال اللي بعده اشترى سعيد بانطلون وقميص فاذا كان سمن البانطلون 85 و75 وكان اجمالي ما دفعه سعيد 130 جنيه فما سمن القميص طبعا هنا عملية طرح منك الرقم الكبير اللي هو 130 ناقص 85 علامة 75 هبدأ اساوي العلامات هنا ما فيش علامة خالص سحط علامة و سفرين سفر نقص خمسة مينفعش يبقى الصفر ده عشرة عشر نقص خمسة خمسة سفر الثاني يبقى 9 تسع نقص سبعة اتنين جات العلامة انازلها هنا دي بقى التسع برضو تسع نقص تمانية واحد التلاتة ديت بقت اتنين التلاتة بقت اتنين اتنين نقص خمسة ماينفعش يبقى الاتنين ده اتناشر والواحد ده بقى صف نشر نقص خمسة سبعة يبقى ثمن القميس واحد وسبعين جنيه خمسة وعشرون كر او واحد وسبعين وخمسة وعشرون جزءا من ماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة